قالوا البيت قالوا بصقر أن أجلكم مكرهين لأنه يشاتر ونردعكم قالوا كل هذا جوة البيت قال هذا البيت قالوا يا أخوة صلق رصاص على البيت كله بالبار لم تفتحها لو كانت صار أتهمجون يانا أولاد صغير تسمع صوت الرصاص فكرا واحد وتقصق البار تطلع رزم عدد من صوت الرصاص حينما تطلع لقد قد أطلع مني يضرب الرصاص الصوج لقد قد أطلب الرصاص حينما تسرخ ثقر ذواتي كان يكمل وقد قد أجصر تشرب من كل محل داخل حتى ما بعد صد وقربة النوم قاوين طلعنك مانا أجيز يسألني أن يكونوا مردسوا تسرخ فأنت يمكن أن تسرخ وعندما أنت داخل بهذه الحنساني وانسلاح مشكلة كان زوجفتي يتقل في مزارة الداخلية أنا أذكر أن زوجف بيك رايح الحجو قلت لك الناس يسلح مات داخلية هني ماذا لا أريد أن يسلح يعني ينطلع شنكم مع الدحتين لو زوجف بيك ذات البهلل علينا طلع برد ولو أن ينطلع المقايمة لم ينطلع برد أخوي عمره سعاد هذا المسنين أعرف أخوي أسمرا أخوي أحليل أحمر أغلوش اللي قلب ألوانه سلي لأنهم سبني واحد في شرطه هنا فرديت عليه فتكرت بيهم يتعاندون يعني نفس العام لا يسلحك خطر بظهر يولي السنن صار الضرب يعني ماذا لا أدري بأي شيء ثوني ركب السيارة جواح لهذا الضابط اللي كان العام هذة نيجة اللي يقول جيب السيارة اللي عنده ربع ساعة ما أدري بأي أشوف رجالي وأياد كل محل تضرب ركب السيارة ركب السيارة ايه فاودوني تحقيقاتي هنا طبعا لما واحد يأتي غريب من بره ومعروف كرمز يعني لا تلتف بالحالة جفلا جفلا أنا راح تنزارت الدافلية يعني ما يقل عن ثلاثين شخص من ضباط من شرطه وصد شاكر وصد شاكر ومعروف بعد ذلك بحشين اللي أنا هم وأنا داخل التحقيقات هنا طبعا ما أشوفه يجيبك تجاعد أسمع الأصوار ايه فضاهر واحد اسمه حسن عراقي فقالوا ودوا اللي أخوان نسلنا هنا قالوا ودوا يبواه حسن عراقي ودوني حاج واحد ما أدري طبعا أي طولة يعني خب أنا أشوف من تحت أشوف ركبة واصليني بدون تحقيق بدون أي شيء يعني يسألني وش يسوي وش قضيتي قال دزل الأخوة دزلوا لي خمس دقائب عشرة دقائب قالوا وش لئ أي بأي جوانا نسوفي أنا وياكم ملتوني فأمر قال نجول أحضروا يا سيد يمواني أشتغلوا اللي بل ما أحضروا فل يجرون ما أحضروا لي كوهم ضربيني أحين وردوني بزلوني بزلوني بجابوني اللي بل ما أحضروا قالتني ضربه ما دو كانت في الرأس يعني فأنا عمدي ضربة في رأسي منهم من سينة خمسة و تشحين فأنا عمدي خمسة عشرة سنة ضربني بالسلعة فأصالت من الضربة كنت ما أدربي أي شيء وتعيسك على المدلسة يعني موح الضربة في الحيث النماء يعني اللي هو أمر من الضربة لاجن توطي فيه يومين أتقول لي يومين واضح أتوقع اليومين هالي صلاة ضربة بالجوض حتى لاجن في ماء يقول لي اشكر حمام فأخير اقبقوا لي اشرب ماء يقول لي اشكر الحمام يشرب ماء من الحمام اللي أعطي للخور كل شيء أخير فأنا عظم الله حمام ليس شفاف